موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصدف اليوم من غزة الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور رائد أبو داير صباح الخير دكتور رائد صباح الخير أراء كثيرة عبرت عن مخاوفها بشأن المفاوضات بعد وقف إطلاق النار من أن تحقق إسرائيل على طاولة المفاوضات ما لم تتمكن من تحقيقه في حربها وعدوانها على غزة هل هذه المخاوف برأيك مشروعة وكيف يمكن للفلسطينيين تحصين مكتسباتهم أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة أهلا بك ثانيا نحن نعتقد أن ما عجز الاحتلال هو أن يحققه في ميدان القتال هو من باب أولى أن يعجز أن يحققه في باب السياسة لأن العمل السياسي أثناء الحروب هو أن يأتي تتويج لمطالب المنتصر والعالم كله يشهد الآن من هو المنتصر الذي انتصر هو الشعب الفلسطيني وانتصرت مقاومة الشعب الفلسطيني وانتصر كل محور المقاومة في المنطقة وبالتالي نحن نتحدث أن المفاوضات جاءت تتويجا لموضوع الحرب وموضوع الخسائر التي منيت بها منظومة الأمن الإسرائيلي ومنظومة العمل السياسي والمؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية وأيضا جاءت تتويجا للوحدة الوطنية وتحقيقا لهذه الوحدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تستمر في طار تأصيل المشروع الوطني الفلسطيني لإستراتيجية الشراكة الفلسطينية الحقيقية وبالتالي نستطيع القول أن المفاوضات لن تكون على حساب المقاومة وإنما المقاومة ستكون هي الضامنة والمقاومة التي ستوجه بوصلة المشروع الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة وفي أي مرحلة قادمة نعم هناك أحاديث كثيرة تتحدث أو تتنبأ أو تلاحظ وتحلل بأن هناك ربما خلاف بين فصائل المقاومة وأن الخلاف سوف يسحف إلى المقاومة وهذا سينعكس بالتالي على المفاوضات وعلى نتائج المفاوضات ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ نحن لا نريد أن نخفي أن هناك بعض من المستوى السياسي الفلسطيني الذي لم يرخ له أن تتقدم هذه المقاومة وأن تفاجأ هذه المقاومة كثير من المستويات التي لا تؤمن فقط إلا بالمفاوضات ولا تؤمن فقط إلا بما تسمى بالمقاومة الناعمة التي لا ترجح حقوقا ولا تعيد للناس حقوقهم وبالتالي هم اليوم بعد أكثر من عقدين من الزمن في مسيرة المفاوضات الهالكة هم يعتبر أنفسهم قد خسروا كثيرا وأن هناك تحولا كبيرا في مصارى العمل الفلسطيني وهذا التحول المورس على الأرض من خلال توحد جميع فصائل المقاومة وأجنحة المقاومة ابتداء من حركة فتح نهاية لأصغر فصيل فلسطيني لديه جناح مقاومة كتاب شهداء الأقصى التي تتبع لحركة فتح كانت في المقاومة كتاب الشيد عزيزي الدين القسام صرائي القدس كتاب المقاومين الألويات الناصر صراح الدين وربما خطابا المقاومة التي كان قبل يومين من فوق أنقاض الشجاعية كانت المقاومة واضحة ومجتمعة وأيضا بالأمس فصائل المقاومة كانت في اجتماع وخرجت بتوصيات أو قرارات أو خرجت ببيان كان واضح المعاني والكلمات وكان ردا على كل الذين يحاولون أن يزرعوا نوع من الاختلاف بين فصائل المقاومة أنا أقول لك وليس سرا أن أجنحة المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية ستحمي مشروع الإعمار الفلسطيني وهو التحدي الكبير أمام المجتمع الفلسطيني وأمام القيادة الفلسطينية وأمام منظومة العمل الفلسطيني الرسمي ستحمي من أي نوع من تجاوز هذا الإنجاز الكبير وبالتالي سنجد خلال الأيام القادمة من يحاول أن يصوق لنفسه فهناك الكثير من تجار الحروب ولكن الضامن أيضا لمنع هؤلاء أن يتغولوا في الساحة الفلسطينية هي المقاومة ونحن لدينا معلومات كثيرة وواضحة أن فصائل المقاومة مجتمعة ضد أي شخص مهما كانت مرتبته أو صفته ستقف في وجهه على وقفة رجل واحد في إطار منعه من أن يتغول على مصالح شعبنا أو أن يحول هذا النصر الكبير إلى حالة من الفراغ السياسي والأمني في المجتمع الفلسطيني نعم أستاذ رائد سوف نذهب نحن وياكم المشاهدين إلى عنوين الصحف العربية الصادر اليوم والزميلة سار الحاف إليك سارة شكرا لك دياء أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة البناء اللبنانية داعش حرب أعصاب بالمخطوفين واستعدادات هجومية جديدة بين شبعة وعرسال إفادات على أساس طلبات الترشيح للطلاب والنواب وأيضا الصحيفة سألت هل أوقف قنا سعديسي حرب غزة موسكو وتهران نرفض كل خيارات القوة لحل الأزمة في سوريا عملية واسعة للجيش في جوبر وتقدم لوحدته في حما والقنيترة أما في الشأن العراقي فجاء في صحيفة البناء الحكيم والصدر متفائلان بإنهاء الأزمة السياسية والأمنية من البناء اللبنانية إلى صحيفة الوطن العمنية جاء فيها الرئيس الفلسطيني قال نعتزم محاسبة إسرائيل على جرائمها ونرفض المماطلة مشعل يرفض أي محاولة لنزع سلاح المقاومة سوريا تحمل الإرهابيين المسؤولية عن سلامة الجنود الأمميين ومجلس الأمن يدين العراق البشمرقة تسيطر على قرى بمحيط سد الموصل والجيش يتقدم لأمرلي في صحيفة الوسط البحرينية نقرأ داعش يعدم 160 جنديا سوريا وأوباما يحشد لتحالف دولي لدحر التنظيم الخارجية لم توجه دعوة إلى مالينوسكي لزيارة البحرين ومالينوسكي هو مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أوكرانيا تتهم روسيا بغزو أراضيها من صحيفة الوسط البحرينية إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية وجاء فيها الغرب يتبنى الخيار العسكرية الدولية ضد داعش نصرة القاعدة تحتجز 124 من قوات الأمم المتحدة بالجولان نوزوح واسع من ترابلوس وأولند يطالب بتحرك دولي لإنقاذ ليبيا صحيفة الحياة عنونة الخلاف الخليجي القطري اجتماع الحسم غدا في جدة ونختم مع صحيفة القدس العربي جاء فيها الدولة الإسلامية تعدم عشرات الجنود السوريين احتجاز 43 من جنود الأمم المتحدة في الجولان وأنباء عن إصابة مسؤولين أمنيين محمود الزهار إسرائيل لم تحقق أي من أهداف حربها على غزة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أكد للقدس العربي إن تل أبيب مجبرة على الالتزام بالاتفاق في الشأن السوداني عنونة القدس العربي الشرطة تعتقل الأمينة العامة لحزب الأمة المعارض هذه كانت جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم عودة إلى برنامج آخر طبعا دكتور رائد يعني عنوين الصحف بمجملها تتركز في منطقة الشرق الأوسط والأوضاع العربية بشكل أساسي وإن لها تداعيات أخرى يعني حتى الآن كيف يمكن أن تقيم حضرتك حركة داعش وتوسعات داعش وما تقوم به يعني أولا ربما في إطار الفهم السياسي لهذا الحراك وهذه المجموعة من مجموعات العمل التي يختلف عليها الكثيرون اليوم أولا لا يوجد مسلم ولا يوجد صاحب عقل يستطيع أن يجيز هذا العمل الذي لا يستند إلى مفهوم الإنسانية أولا ولا مفهوم الشريعة الإسلامية ثانيا ولكن نحن في نفس الوقت نقول أن ربما ظهور مثل هذه المجموعات والجماعات له أسبابه ومسبباته وبالتالي لا بد على العالم أن يتحرك من أجل معالجة أسباب ظهور مثل هذه الجماعات ومعالجة أن تنحى مثل هذه الجماعات إلى المنحة الأكثر تطرفا في المواجهة الميدانية والجهادية وبالتالي تقييمنا الأولي أن هذه الجماعة لا يمكن لأحد أن يجيز ما تقوم به خاصة أن هناك تغول على الحياة البشرية ولكن بالمقابل علينا أن ندرك أن العالم أجرم في حقوق شعوبنا وبالتالي استمح لظهور مثل هذه الجماعات وبالتالي عند معالجة مثل أوضاع هذه الجماعات علينا جميعا أن نتكاثف لمعالجة أسباب ظهور هذه الجماعات هل توافق دكتور رائد أن أمريكا هل توافق أن أمريكا هي التي خلقت هذه الجماعات التكفيرية لتستخدمها كورقة في العالم العربي أو حيث ما شاءت ولها هناك من مصالح هذا ربما تأكيد مباشر أو أجد مثل هذا الأمر باعتبار أن أمريكا أوليات المتحدة رأس الإرهاب في العالم مسؤولة عن ظهور مثل هذه الجماعات لسببين أولا عند ظهور القاعدة كانت هناك القاعدة تسير باتجاه المفهوم الجهادي ولكن الكثير من القيادات الأمنية في السياية الأمريكية وبعض القيادات الأمنية في العالم العربي اجتمعت وأرادت أن تظهر أو أن تنشئ مجموعات على نفس المقاص الأمريكي وبعض الأمن العربي ولكن أيضا في نفس الوقت أن أمريكا وأصحاب المصالح في العالم ساعدوا لظهور هذه الجماعات من خلال ممارسة الظلم وممارسة الاضطهاد على الأحرار في العالم وعلى شعوب العالم وبالتالي أمريكا إذن مسؤولة عن ظهور هذه الجماعات في أمرين الأول هو إرادتها أو أنها تريد أن تنشئ مثل هذه الجماعات لمحاولة اختراق الجماعات الأم والثانية هي أن أمريكا مسؤولة عن حالة الإرهاب في العالم من خلال ممارسة الظلم والقتل وإقصاء الحريات وأيضا دعمها للاحتلال الإسرائيلي وأنت تعرف أختي الكريمة أن مثل كل هذه الجماعات إنما يعود ظهورها في الأصل لوجود الاحتلال الإسرائيلي وأنا أقول هنا يعني وجود الاحتلال الإسرائيلي يعني وجود منظومة الأمن التي تريد أن تبقيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الأنظمة العربية المنتفعة لإسرائيل من أجل أن تبقى حالة الحراق القتال والقتال المضاد وهذا يعني أن أمريكا مسؤولة بشكل مباشر عن ظهور مثل هذه الجماعات ولكن برأيك أليس هناك من مسؤولية مباشرة أيضا على استمرار هذه الجماعات لسيما أن دولا عربية وخليجية ومعروف أسماؤها يعني بالأسماء تقال بأنها تمول هذه الجماعات وأن تركيا تمرر لها النفط عبر الأنابيب لتصدره إلى الخارج النفط الذي تستولي عليه سواء من سوريا أو في أماكن أخرى أختي الآن بكل مقييس في منظومة إدارة الأزمات في العالم السياسي وفي العلاقات الدولية إذا دخلنا إلى موضوع استجال من يمول ومن أنشى ومن يوفر الغطاء ومن يحمي دعنا في النفط فقط تحديدا في النفط يعني هناك مسار واحد يعني نعم نعم وأنت عندما تتحدث في النفط هناك دولة ستتحدث لك في التسليح هناك دولة ستتحدث لك في التموين ولكن نحن نتحدث عن أصل المشكلة سواء كانت تركيا سواء كانت قطر سواء كانت الكويت سواء كانت السعودية سواء كانت أمريكا سواء كانت إسرائيل سواء كانت إيران الكل في المنطقة يجب أن ينتبه إلا أن هناك حالة ظلم وأن الذي يخسرهم الشعوب يعني يكفينا الذي يحدث الآن للشعب السوري بغض نظر من هو المسؤول اليوم ما زالت فرصة أمام المجتمع العربي والإسلامي أمام قيادات العالم العربي والإسلامي وهنا أخص تركيا وإيران والسعودية أن يعيدوا قراءاتهم حقيقة في اتجاه إعادة التمحور أمام المشروع الصهي وأمريكي برأيك الحلف الذي يتشكل حاليا ومحاولات الحوار إذا صح التعبير واللقاءات هل ممكن أن تفضي إلى الحد من هذه الظاهرة بين إيران والسعودية أحدث نعم نعم أنا أفهم هذا الكلام أنا أقول أن حالة الحديث بين إيران والسعودية كان ربما منذ سنوات ولكن انقطعت نتيجة اختلاف صانعي القرار في كل الدولتين في المملكة والجمهورية نعم هذا صحيح هذا الحديث ما لم يبنى على استراتيجية واضحة وليس على استراتيجية المصالح ليس على استراتيجية مصالح الأنظمة لكن إذا بنيت على استراتيجية مصالح المنطقة فربما يكتب لها النجاح لكن إذا كتبت على استراتيجية مصالح الأنظمة فلن يكتب له النجاح لأن إذا اتفقت الإيران والسعودية في ملف سوريا ولكن دكتور رائد ألا تجد حضرتك بأنه لا يمكن لأي حوار على طاولة حتى لو طرحت الاستراتيجيات ولكن للوصول إلى الاستراتيجيات هناك ملفات وهناك تفاصيل وهناك أوراق يعني لابد من تبادل الحوار بشأنها نعم وهذا الذي أقصده يعني إذا كان الحوار من أجل الاتفاق على نقطة واحدة دون التطرق إلى مجمل الملفات في المنطقة فهذا الأمر يعتبر عبثي وإنما يأتي فيه طاقة ضيعة الوقت وتسجيل مواقف وحوارات ولقاءات تلفزيونية ويسجل التاريخ أن إيران التقت بالسعودية والسعودية التقت بإيران لكن إذا وضع على الطاولة مصالح المنطقة وأنا أقول إذا وضع على الطاولة كيف يمكن لنا أن نحل ملفات المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ستجد أن الملف السوري قد وجد حلا ستجد أن الملف الليبي قد وجد حلا ستجد أن العلاقة مع دول الإقليم ستجد حلا كذلك أخت الكريمة لا يمكن في إطار الحديث عن الإيران والسعودية لا يمكن تجاهل تركيا لا يمكن تجاهل الكويت هذا الموضوع تركيا تحديدا موضوع تركيا دكتور سوف نتحدث به ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم حتى لا نحرق جميع المراحل ربما نستفيد أكثر ونتوسع بنظراتنا أكثر بالاستماع إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار المقاومة بين مترقة أبو مازن وسنداني مشعل فصول كبيرة من الخلاف الفلسطيني الداخلي تسببت فيها تجاذبات الإقليمية وتلقي الأوامر من الخارج على حد وصف أبو مازن البداية كانت فيما سربته شبكة أوراق الإلكترونية المقربة من حماس مرورا بخطاب رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أمس قبل أن يختتمها الرئيس محمود عباس في مقابلة مسجلة بثتها القنوات الفضائية مساء ما كشفته أوراق جاء مطابقا لحديث أبو مازن التلفزيوني فهو صب غضبه على حماس لقضايا عدة منها قرار السلم والحرب وإمكانية إنهاء الحرب من اليوم العاشر بالموافقة على المبادرة المصرية التي لم يتغير منها شيء بعد أربعين يوما إضافة إلى تبلغه من حماس أنها غير مسؤولة عن عملية الخليل ثم الإقرار بها وبالإشارة إلى حديث مشعل فإنه حمل دلالات واضحة على إنجاز المقاومة في غزة بينما مؤتمر الإعمار الشهر المقبل وبالتالي إعادة بناء غزة ستبقى رهينة التفاهم السياسي بين فتح وحماس وهنا يسعى رئيس السلطة بوضوح إلى استثمار الأزمة من أجل طلب دولة على حدود عام 1967 عبر مجلس الأمن البناء قناص عديسة وحرب غزة كشف ملحق عسكري لإحدى السفارات الغربية في بيروت معلومات تفيد بأن حكومته طلقت عبر وحداتها العاملة في اليونيفل ما يؤكد أن أحد أسباب التجاوب الإسرائيلي مع وقف النار ما جرى على الحدود مع لبنان عشية وقف النار فالصاروخ المنطلق من الجرمق الذي أصاب أحد المنازل التي يستخدمها جنود الاحتلال في كريات شمونة يختلف في دقة تسديده عما سبق وتزامن ذلك مع ظهور قناص محترف في تلال بلدة عديسة الجنوبية أصاب بتلقة رأس عقيد في لواء النخبة غولاني وأرداه القيادتان العسكرية والسياسية في إسرائيل استنتجتا رسالة واضحة ومحترفة وراء العملين تقول إن لبنان سيكون مصدرا لعمل كبير ما لم تقبل إسرائيل بوقف النار فإما أن المقاومة اللبنانية قررت ترجمة مضمون مقاله قائد المقاومة عن مساندة المقاومة الفلسطينية أو أن قوة فلسطينية محترفة تستفيد من تسهيلات مميزة من علاقتها بحزب الله كحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين هي من نفذ العملي فورين بوليسي كومبيوتر محمول لداعش يكشف ملفات مهمة في سوريا عثر مقاتل سوري على جهاز كومبيوتر محمول في أحد مخابئ داعش الصحيفة التي اطلعت على المحتوى أكدت أن الملفات تشمل لقطات مصورة لأسامة بن لادن وكتيبات حول تصنيع القنابل وتعليمات لسرقة السيارات ودروس حول كيفية التنكر لتفادي التوقيف أثناء التنقل الملفات تظهر أيضا أن صاحب الجهاز كان يعلم نفسه كيفية استخدام الأسلحة البيولوجية استعدادا لهجوم محتمل يمكن أن يصدم العالم المعلومات توضح أن مالك الجهاز هو تونسي اسمه محمد ودرس الكيمياء والفيزياء الجهاز يتضمن ملفا من 19 صفحة حول كيفية تطوير الأسلحة البيولوجية وتحويل الطاعون الدبلي من الحيوانات المصابة لاستخدامها كسلاح كما يحتوي على فتوى من 26 صفحة بشأن استخدام أسلحة الدمار الشامل دكتور رائد استمعت إلى التقرير الذي تحدث عن قناص عديسي وعن الصاروخ الذي ضرب صوب قريات أشمونة وأصاب جنودا إسرائيليين كانوا يقتنون بيتا في المستوطنة ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني ربما كان هناك أو شهدنا خلال الحرب انطلاق حدثين من الجبهة اللبنانية ربما كان الأول ارتجاليا وعشوائيا ولكن الذي كان قبل نهاية الحرب بأيام هو أعتقد كان فيه نوع من التوجيه ورسالة واضحة وفي ذلك الوقت اتصرت بكثير من الإعلاميين اللبنانيين لنفهم حقيقة الوضع والكثير قالوا منهم أن لديه معلومات تقول أن هذا العمل يأتي في إطار الرسالة الموجهة أنه لا يمكن للمقاومة في لبنان أسوال حزب الله والمقاومة الفلسطينية أو غيرها أن تصبر طويلا على الاستمرار قتل الشعب الفلسطيني في خزة وأيضا أنا أتفق أن جزء من حالة الخوف الاستراتيجي عند الاحتلال الإسرائيلي يأتي في إطار أن استمرار هذه العملية الوحشية وهذه الحرب البربرية إنما سيؤجج مشاعر العرب والمسلمين خاصة الحركات المقاومة منها حزب الله والجولان وأيضا في الأردن وكذلك سيجيش الشباب الإسلامي والشباب العربي في العالم وبالتالي نحن نرى في هذا الحراك كان رسالة واضحة وكنا نتمنى أن يكون هذا مع بداية اليوم الأول للحرب ولكن أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي تعتبر أن هناك تأخر في هذا الموضوع يعني أنه تنتقد هذا العمل أنا ربما كمواطن من غزة قبل كل شيء ربما أعتبر أنه كان الحري أنه مع بداية اليوم الأول لابد كانت أن تفعل الجبهات وتكون هناك تلاحما وهنا أيضا ربما ألوم الضفة الغربية إذا أردت أن ألوم لبنان فألوم الضفة الغربية أنه كان لابد أنت كمواطن دكتور ولكن كباحث وكصحفي وككاتب هل تعتبر بأن فتح الجبهة اللبنانية يعني ارتجاليا وعفويا وسهل إلى هذا الحد يعني لا أنا سأتيكي أنا قلت ما رأيك كمواطن ولكن رأيك كباحث أرى أن لكل ساحة مقتضياتها ولكل ساحة قرارها وهناك حسابات معينة وهناك تفصيلات كثيرة ونحن نرى أن الناس يعني أصحاب القرار عندهم حساباتهم الدقيقة للحسابات الداخلية والإقليمية وعند ساعة الصفر لن يتأخر أحد ولكن ما بين المزاوجة بين الرأي كمواطن والرأي كباحث ومتخصص في الشأن الاستراتيجي أقول أن هذا الذي حدث مهما وأن المقاومة إن شاء الله سبحانه وتعالى في أي معركة أو أي مواجهة قادمة ستكون جاهزة خاصة أن قيادة حزب الله قالت بشكل واضح أن لو استمرت هذه الحرب كان هناك تدخل الميداني حتى قبل استمدارها يعني كان هناك كلام يقول بأنه إن كانت المقاومة يعني محرجة أو بأنها تريد أي مساعدة لن يتأخر أحد في تلبية ذلك صحيح 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 هذا الذي أقصده لا أقصد هنا التشكيق وإنما أقصد أن الشعب الفلسطيني كان في حالة حرب وحالة دمار وكان ينتظر أي دعم سواء كان دعما لوجستيا أو دعما ميدانيا نعم مع كل حال أشعب الفلسطيني بطل وصمد ونال جزاء صموده يعني نصرا على إسرائيل كان يستحقه أستاذ أو دكتور رائد يعني سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود ونتابع النقاش ابقوا معنا مشاهدين الكرام أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة وأعود وأرحب بضيفنا من غزة الخبير الاستراتيجي دكتور رائد أبو داير دكتور رائد يعني نحن وياك المشاهدين نذهب إلى رامالله حيث مدير مكتبنا هناك الزميل ناصر اللحام يوفينا بعناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أسعد الله أوقاتكم أربعة عنوين تناولتها الصحف الفلسطينية الصادرة هذا اليوم الرئيس عباس خالد مشعل القدس المحتلة وغزة عنوان رئيس على صفحة الحياة الجديدة باللون الأحمر الرئيس يقول عندي ما أقول وعندي ما أفعل شرطة الاحتلال تعثر على جثة خلال البحث عن طالب أمريكي مفقود الرئيس يستقبل القنصل الأمريكي ويقلد بلاي وسام الاستحقاق والتميز تكلفة سياسية واقتصادية ودبلوماسية عالية تنتظر لتانياهو الأمم المتحدة تؤكد احتجاز 43 من عناصر قوات حفظ السلام في الجولان والاحتلال يهدم بركسات سكنية ويشرد 38 نفرا في قرية الزعيم بالقدس ننتقل إلى صحيفة القدس صحيفة القدس الرئيس يقول الحل الجذري بإقامة الدولة وعاصمتها القدس كي لا تتكرر حرب غزة مشعل مطالب الميناء والمطار وتبادل الأسرة مصار ماضون فيه ولن نتوقف حتى يتم انتزاع كل المطالب المصادقة على إقامة مدرسة دينية يهودية في الشيخ جرح والجيش الإسرائيلي يهدم بركسات في حي الزعيم بعيدا عن غزة القدس الشرقية تأن من المداهمات والاعتقالات في المواجهات مع قوات الاحتلال وحماس تقول لدينا أسرى إسرائيلي أبو ليلى مفاوضات قاسية في القاهرة الشهر القادم وأسير أردني محرر يعلن مزادا علنيا على عصبة رأس أبو عبيدة إلى صحيفة الأيام صحيفة الأيام الرئيس يقول إسرائيل لن تفلت من العقاب على جرائمها ولن نقبل بحكومة ظل في غزة مفازيا في شائعات عن اغتيالها وصورة لخيمة متهالكة على ركام في حي الشجعية بغزة أبو مرزوك في غزة إعادة الإعمار هي الجهاد الأكبر مراقبون يقولون الحرب على غزة قد تكلف إسرائيل كثيرا على الجبهات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية شكرا للزميل ناصر اللحام على قراءة عنوين الصحف الفلسطينية الصادر اليوم بمجمل هذه العنوين دكتور رائد كيف تقيم هذه العنوين أي من العنوين التي قرأها الزميل تود أن نتحدث عنها يعني دعينا نتحدث عن ما يتحدث به السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن في عندي ما أقول وعند ما أفعل ربما نعم 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 عندما أقول ولن نقبل بحكومة الضل في غزة يعني حقيقة أخت الكريمة أولا ليس من باب الهجوم على السيد الرئيس ولكن أنا أقول وفق القانون الفلسطيني أن السيد محمود عباس أبو مازن هو يعتبر موظفا عند الشعب الفلسطيني موظفا يتقاد راتبه من الشعب الفلسطيني من إنجازات الشعب الفلسطيني وعلى السيد الرئيس وهذا ليس هجوما ولكن تصحيحا للمصار وتذكيرا لكل القادة الفلسطينيين سواء كانوا في فتح أو في حماس أو في كل الفصائل الفلسطينية لا يجوز لأحد أن يعبث بعقول الشعب الفلسطيني ولا يجوز لأحد أن يعبث بهذا الدم الفلسطيني ولا يجوز لأحد أن يأتي ليجني ثمار المقاومة الفلسطينية السيد الرئيس من الأمس كان عليه ما عليه في الحديث وله ما له في الحديث كما هو يقول أن له عنده ما يمكن الحديث عنه فإننا أيضا كباحثين نقول أن على الرئيس كان ما عليه أيضا في الحديث لا يجوز في ظل نشوة هذه الانتصار وأنا أقول أختي الكريمة هناك تواصل مع كل دوائر السيد الرئيس من كل الفصائل الفلسطينية وهناك توافق كبير على تعميق المصالحة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض لم تكن هناك في غزة ونحن من غزة لم تكن هناك حكومة الضل ولكن كان هناك عمل وطني فلسطيني من أجل تسيير حياة الناس هل السيد الرئيس يريد أن يلتحم الناس مع بعضهم سلبا أو إيجابا في الضل الفوضى كيف ستكون إدارة البلد إذا تخلت حكومة رامل حمض الله عن غزة وللأسف الشديد في ظل الحرب على غزة رئيس الوزراء الفلسطيني رامل حمض الله لم يقل أن خسائر الشعب الفلسطيني أو أن الشعب الفلسطيني تضرر قال قطاع السياحة في فلسطين تضرر بعد سكت ضهرا ونطقا لا أريد أن أقول أن نطقا عهرا نطقا خروجا عن النصف الفلسطيني لا أريد أن اتحدث في المصابات نعم دكتور إذا كان هناك من السلطة بعض المواقف التي تحدث عنها حضرتك وتنتقدها أيضا ولكن في المقابل هل هناك كل شيء كان بالتنسيق مع السلطة أو أن هناك كان كل شيء يعني مرضي الآخرين أو أصحاب الرأي الآخر كونه أيضا يعني أنه من كان في غزة فهو تابع للشعب الفلسطيني وهو أيضا يعني مفترض يكون الموظفا عند الشعب الفلسطيني طب أنا أقول لك شيئا أخر أختي الكريمة أنا أيضا أعمل مديرا عاما بوزارة الخارجية الفلسطينية لم يتكلف الدكتور رياضي المالكي بالرغم ربما نتفق معه أو نختلف معه أن يتواصل مع الوزارة ولم يكلف نفسه أن يسأل ووزارة الخارجية لها دور كبير في مثل ظروف الحرب لم يكلف نفسه أن يأتي ليسأل يا أهل غزة يا وزارتنا في غزة ما هي الأحوال عندكم طيب أختي الكريمة الذي كان يدير العمل في غزة هم مكلاء الوزارات الذين عينوا على مدى ثمان سنوات الذين كانوا يحملوا الهم وأيضا كانوا يداوموا في أعمالهم تحت ضربات النار ومنهم من فقد ابنه ومنهم من فقد بيته ومنهم من فقد عائلته ولكن كانوا رغم كل هذا ياتوا ويتواصلوا مع موظفيهم ويتواصلوا مع ابناء الشعب ومع المؤسسات وأنا أنا أقول أيضا فليذهب السيد الرئيس أبمازن يسأل المؤسسات الدولية التي كانت تأتي بالغاة فإلى أين تذهب؟ كانت تذهب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بل كنا نحرص كثيرا أن نراقب عمل الحكومة وكنا نجدهم دائما يتواصل مع المؤسسات من خلال عنوين الحكومة الفلسطينية وعنوين الحكومة لم تكن حركة المقاومة الإسلامية حماس أو الجهاد الإسلام وتحتها وزارة الأجغال كان في عنوين للتواصل السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الأجغال السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الخارجية السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية فعن أي حكومة ضد يتحدث السيد الرئيس أبو مازن أما إذا كان السيد الرئيس يتحدث يعلم أو يرى أن هناك مجموعة من البلهاء في غزة فعليه أن يراجع حديثه في إطار تحقيق المصالحة الفلسطينية وتحقيق التوافق الفلسطيني. الحكومة الفلسطينية التي يتحدث السيد الرئيس عنها كثير منهم من حملة الشهادات العليا كثير منهم الذين فقدوا أبنائهم طواقم الدفاع المدني تواقف الإسعاف والخدمات الطبية تعرضوا للنار وقتلوا واستشهدوا وأصيبوا في إطار الحماية نعم تفضل في إطار حماية المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل هذا الكلام حضرتك الذي تقوله وهذا الخلافات. هناك من يقول بأن هناك تواصل بين السلطة وبين حماس والحديث يجري عن مفاوضات سرية تتولها قطر وتركيا مع مشعل عبر قنوات أوروبية لترتيب الأوضاع في غزة. ماذا تقول وماذا تعلق؟ أولا نحن من متابعاتنا لمصارات التفاوض الفلسطيني الفلسطيني منذ كانت في القاهرة ما بعد عام 2007 وصولا إلى تحقيق الاتفاق الدوحة. مرورا إلى تحقيق اتفاق الدوحة ووصولا إلى تحقيق اتفاق المصالحة التي تم في بيت السيدنا أستاذ إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. كل هذه المفاوضات كانت تأتي في إطار حماية المشروع الوطني الفلسطيني. وموقف حماس أختي الكريمة هي ليست بعيدة عن موقف الفصائل الفلسطينية. سواء دخلت على خط التفاوض قطر أو تركيا. هناك ثوابت عند حركة حماس وثوابت عند المقاومة الفلسطينية والآن الحرب هذه أكدت أن المقاومة الفلسطينية هي تسير باتجاه وتقترب ممن يقترب منها يعني ديدا أو عامل الاقتراب من أي منطقة أو أي دولة في العالم. من إيران إلى تركيا إلى قطر إلى السعودية إلى مصر. هو مدى تقارب هذه الدول مع القضية الفلسطينية. وبالتالي الشيء لهم أن السيد الرئيس هو يعلم أن حركة حماس هي أكبر ضامن له لمستقبله السياسي في العمل الفلسطيني. لأنه يدرك حركة حماس تعمل معه على الطاولة. لا تعمل معه لا في إطار بعيد أو في إطار خفي. وهذا ما أكده له الأستاذ الدكتور موسى أبنزوك في الدوحة. وما أكده له أن الرئيس المكتب السياسي الأستاذ خالد مشعل حقيقة السيد الرئيس عليه أن يدرك. وأيضا حركة حماس عليها أن تدرك أن ما تم في الحرب وما ناتجت عنه الحرب هناك معضلة كبيرة هي إعادة الإعمار. لذلك علينا أن نوجه جودنا جميعا من أجل تحقيق الحماس الفلسطينية. هناك من يتخوف من هذا التنصيق السري. إن كان موجودا بالفعل. والتكتم عليه من ترتيب ما قد يكون بين حماس والسلطة على دولة فلسطينية. يعني من دون العودة إلى باقي الفصائل الفلسطينية من دون العودة إلى باقي فصائل المقاومة. وقيم هذا المشروع. وشطب حق اللاجئين. رهادة إذا كانت مثل هذه القنوات وسينتج من عنه مثل هذا الأمر. فهناك حقيقة تخوف. ولكن أنا أقول لك يختي الكريمة. هناك ضامن كبير. وعلى جميع الفصائل أن تعرفه. وعلى جميع مشاهديكم أن يعرفونه. أولا هناك في إطار التوافق الوطني الفلسطيني. أن أي نتائج للمفاوضات عليها أن تذهب للاستفتاء إلى جمهور أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج. والشعب هو صاحب الصلاحية. وعندما قلت أن أب سيد الرئيس هو موظف عند الشعب. وأنا أقول أيضا أن حركة حماس هي تأخذ شرعيتها من الشعب. لأن حركة حماس هي حركة فلسطينية. وليست حركة إقليمية تستمت شرعيتها من الإقليم. أي خروج عن شرعية الشعب. الشعب سيلفظ أي إن كان. نعم. أيضا في خطابه بالأمس. قال خالد مشعل بأن الحصار قد كسر. هل هناك لهذا الحصار الذي كسر ضمانات عربية وضمانات دولية؟ كيف يمكن أن يترجم هذا الكلام؟ أخت الكريمة أنا أقول لك أن المقاومة الفلسطينية صبرت أكثر من 51 يوم في إطار أن تحقق الحد الأكبر من المطالب الفلسطينية. وكان بإمكانها أن تختصر هذا الطريق منذ العشر الأيام الأولى. ولكن أمام وجود أو أمام ضرورة تحقيق نتائج الحرب وتحقيق الانتصار الكبير لأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي القدس. أقول لك أن الضامن الأكبر هو الشعب الفلسطيني. والضامن الثاني هي المقاومة الفلسطينية. والضامن الثالث هو الشقيقة الكبرى مصر. نحن نقول أن جمهورية مصر العربية كانت متفاهمة في نهاية المفاوضات. أكثر من تفاهمة في بداية المفاوضات. وكان هناك تجاوبا مصريا مشكور. وكان هناك جهد مصري مشكور حقيقة في إطار دعم مطالب الشعب الفلسطيني في إطار أن يكون هناك انتصارا سياسيا. ولكن أقول لك أختي الكريمة أن المقاومة الفلسطينية هي موجودة في الميدان. ولا يستطيع أحد تجاوبها. خاصة أن هذه مقاومة فلسطينية موحدة. ملف كبير يؤرق الاحتلال الإسرائيلي. هو ملف تبادل الجنود الأسرع. نحن حتى اللحظة أختي الكريمة لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد أن كم هو عدد الجنود الموجود عند المقاومة. هل هم أحياء أم أموات؟ لا أحد يعرف إلا المقاومة. ونحن ننتظر في إطار المفاوضات التي ستبدأ الشهر القادم. ما هي المعلومات الحقيقية عند المقاومة؟ وما هو الثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل معرفة المعلومات الحقيقية وتنفيذ صفقة أسرع جديدة. وبالتالي إسرائيل مقبلة على أن تحقق وتذعن لمطالب الشعب الفلسطيني. وهناك أختي الكريمة إذا سمحتني. نعم تفضل. في هذه المرة في هذا الحرب في حرب الفين واثنائش كان هناك مطالب حركة حماس. لكن اليوم وأنا أقول أن هذه مطالب الشعب الفلسطيني. وأن الوفد الفلسطيني الذي شكله السيد الرئيس محمود عباس أبمازن برئاسة الأخ عزام الأحمد. هو وفدا فلسطينيا رسميا. ضم شملة وكل أشكال العمل الفلسطيني وأجنحة المقاومة الفلسطينية. وبالتالي نحن اليوم نتحدث على أن إسرائيل ستذعن إلى مطالب الوفد الفلسطيني الذي يحمل مطالب الشعب الفلسطيني بقرار نعم في هذا الشق تحديدا دكتور رائد. يعني إلى أي حد هناك تنصيق بين حماس وبين باقي الفصائل المقاومة. لسيما. يعني هناك بعض التسريبات عن تعنت حماس بقرارها أو تفرد حماس بقرارها أو محاولة فرد قرارها ورأيها على باقي الفصائل. أخت الكريمة عندما نحن كسياسيين وكباحثين عندما نريد أن ندرس من الذي يتفرد ومن الذي يمترس أو يتمترس في موقف. نحن نقول أن الذي يخاطب المنطق هو الذي يفوز. بغض النظر سواء فتح أو حماس الذي يخاطب المنطق والذي يخاطب احتياجات الناس والذي يلتف حوله الناس هو الذي يفوز. اليوم الناس لا تلتف حول حماس لوحدها. اليوم الناس تلتف حول المقاومة. المقاومة هي التي تقول. حول حماس أو حول المقاومة دكتور رائد؟ حول حماس أو حول المقاومة؟ حول المقاومة. حول المقاومة. أخت الكريم لا بد أن نركز أن المقاومة هي الآن مقاومة فلسطينية واحدة. من المؤكد أن حركة حماسية على رأس المقاومة ولكنها أيضا هي جزء مهم في المقاومة ولكن ليس كل المقاومة أيضا في موضوع المنطقي يشتكي الرئيس أبو مازين وقال علنا في مقابلة تلفزيونية بأنه كان ممكن توفير كل هذا الدمار على غزة منذ اليوم العاشر لتوقيع الاتفاق أو لوقف إطلاق النار لأن ما عرض في البداية هو نفسه ما عرض في النهاية يعني أخت الكريمة أنا لا أريد أن أعقب على كلام الرئيس كثيرا لأنه هذا ينافي قرار اللجنة التنفيذية الذي عقد بعد طرح الجمهورية المصر العربية لمبادرتها التي نصفت بالكامل من بعد أسبوع من طرح هذه المبادرة كان هناك اجتماع لللجنة التنفيذية وكان هناك مؤتمر صحفي للسيد ياسر عبدربو وقال نحن اليوم مع تعديل المبادرة المصرية ونحن نقول أن مطالب المقاومة هي مطالب الشعب الفلسطيني فإذا كان عضو لجنة تنفيذية يقول أنه ماتت المبادرة المصرية الأولى فيأتي الرئيس يقول أن كان بإمكاننا وأنا أقول للسيد الرئيس بمنطق يعني هل السيد الرئيس سيأتي بحياة جديدة لرجل استشد أو أنه سيمنع قدرا لا يستطيع أن يمنع قدرا والسيد الرئيس يدرك أن لولا صمود المقاومة لما كان هذا الانتصار فإذا كانت جمهورية مصر العربية بكل قوتها استجابت لرغبة المقاومة في أن تغير مبادرتها باتجاه تحسين شروط المبادرة والتفاوض في إطار تحقيق الحد الأدنى والحد الأقصى لمطالب الشعب الفلسطيني فكيف يتحدث الرئيس بهذا المنطق غير المقبول دكتور رائد سوف نذهب إلى التقرير الأخير في هذه الحلقة وهو إقرأ كاتبا ثم نعود لنناقش ما ورد فيه إقرأ كاتبا والتفاصيل واشنطن بوست ديفيد إغنيتيوس هل يمكن السعودية أن تساعد في محاربة داعش؟ الرياض قد تكون حليفا مهما في مواجهة داعش منتقدوا السعودية يقولون أنها ساعدت في نشر هذه العدوى من خلال تمويل المتمردين الإسلاميين وإيديولوجيته مستلفية المملكة منحت أخيرا مئة مليون دولار لمركز لمكافحة الإرهاب والمفتي أعلن أن داعش والقاعدة أعداء للإسلام الخبراء العرب والأمريكيون يتحدثون عن قلق في المملكة من ثلاثة مخاطر هي الصعود إيران وحلفائها وإعادة ظهور التطرف الذي يجسده داعش والاعتماد على الولايات المتحدة التي يراها الكثيرون في تراجع قوة عظمى المحللون يثنون على سعي وزير الداخلية محمد بن نايف ورئيس الاستخبارات خالد بن بندر إلى إنشاء خدمات أكثر مهمية وكفاءة سيحتاجون إلى هذه المهارة وإلى الحظ تحديات كبيرة تنتظر المملكة دكتور رائد سوف أختم معك بسؤال واحد لدينا دقيقة فقط كيف ستتمكن المقاومة الفلسطينية وأيضا الفلسطينيين والمفاوضين الفلسطينيين بانتزاع باقي الحقوق التي كان من المفترض أن تتضمن الاتفاق الأول أنا في دقيقة أقول أن هناك أكثر من محور لتحقيق هذا الأمر أول هذه المحاور استراتيجية الوحدة الوطنية الفلسطينية واستراتيجية قدسية المقاومة واستراتيجية إعادة التموضع مع كل حركات المقاومة في العالم العربي والإسلامي ثانيا إعادة انطلاق العلاقات الخارجية الفلسطينية انطلاقا من مدى تقارب الدول مع القضية الفلسطينية فنحن اليوم بتنا على قناعة كبيرة ونؤكدها أن على كل أجنحة المقاومة أن تكون مقتربة من الدول والمؤسسات والمنظمات بقدر اقتراب هذه المؤسسات والمنظمات والدول من القضية الفلسطينية وأن لا تكون أي من الفصائل الفلسطينية جزءا من أي حالة حراك لأي دولة عربية وإسلامية وثالثا هو تفعيل العمل الفلسطيني الخارجي من خلال دعم النشطات والمسيرات والمظاهرات وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا هناك تفعيل العالم الحر من أجل دعم المطالب الشعب الفلسطيني وأيضا هو تفعيل المصاري القانوني لمناحقة مجرمي الحرب الصهاينة في إطار تحقيق سيادة القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان وشيء أختي أيضا مهم أن المقاومة الفلسطينية عليها أن تعيد قراءاتها في إطار استراتيجية المقاومة وتعدد المقاومة ومنظومة المقاومة بما يحقق توازن الرعب وتوازن القوة في المنطقة وتكون قوة إقليمية داعمة لوحدة الأمة العربية والإسلامية الباحث والخبير الاستراتيجي الفلسطيني الدكتور رائد أبو داير شكرا جزيلا كنت معنا من غزة شكرا على المشاركة وأيضا إلى مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة